مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع في قناتكم التعليمية في فيديو اليوم سوف نقوم بحل وشرح اختبار الفصل الأخير في اللغة الإنجليزية اختبار في مادة لغة الإنجليزية الفصل الأخير لتلاميذ السنة الأولى متوسط 1AM النموذج رقم 2 أو النموذج الثانية ولكل من يريد مشاهدة النموذج الأول أو الاختبار الأول في مادة لغة الإنجليزية الفصل الأخير سوف يكون رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف والآن لنبدأ لنبدأ نقوم بزراد البقية لنبدأ في هلين البقية نوح ذهب الإنجليزية الإنجليزية كانت pocz مادة إختيبار الفصل الأخير في مندت الانجليزية Hello Margaret, today I am going to introduce my sister's daily activities. My sister's name is Hannah. She is 16 years old. She is a student at the secondary school. Every day she gets up at 6 a.m., she washes her face, gets dressed and has her breakfast. She goes to school at 7.30 a.m., at 12.30 a.m. or half past 12 a.m. she has lunch. In the evening she serves on the net. She does her homework and helps our mom preparing dinner. At 7.00 p.m., she has dinner. She reads a story before or a book or anything else or a magazine or anything. Before she goes to bed at 9.00 p.m. at the weekend, she goes shopping with her friends. Here's the net to the day, and she is going to discuss about the daily activities daily activities. As I can write down here, the next child, I write down the letter. I wrote down, Margaret, she says, Margaret. She said to you, Margaret. She said that the child is called Rita, just called her, Margaret. She said to you Margaret. I wrote down, Margaret. She said to you, Margaret. في البيت نعرف الروتين اليومي انت عقدت عليها ريتاش قلت لها مرحبا مارغرت وبدأت تعطيها او بدأت تعرف لها في النشاطات اليومية نتاع الاخت انتحها يعني الروتين تاحها اليومي قلت لها مرحبا مارغرت اليوم رح نعرفك او رح نعطلك النشاطات اليومية او الروتين اليومي تاع الاخت انتاعي اولا بدأت تعرف لها في الأخت تاح قلت لها مرحبا 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 اسم تاع الاخت انتاعي هو هانا اسم تاع اختي هو هانا يعني العمر انتها بدأت توصنف لها هر نام هر ايج هر ايجها او سكسين ياس او المدرسة التاحة ايضا she is a student at the secondary school يعني بدأت توصفنا في المدرسة انتاحة في الاسم انتاحة انتاع الاختة وفي العمر انتاع الاختة الآن بدأت تعطيني في النشاطات اليومية كل يوم انتاع اختها قلت لي everyday كل يوم she gets up at 6 a.m يعني كل يوم تستيقظ على الساعة السادسة صباحا she washes her face يعني تغسيل وجهها gets dressed يعني تلبس ملابسها and she has or and has her breakfast وتتناول فطورها she goes to school at 7.30 a.m or half past 7 a.m يعني تذهب المدرسة على الساعة السابعة والنصف أو السابعة وثلاثون دقيقة صباحا or 12.30 a.m على الساعة الثانية ونصف صباحا she has lunch يعني تتناول غداءها in the evening يعني في المساء أو في الظاهرة she serves on the net يعني كما نقول تبحث في الانترنت وتتكلم مع زملائها she serves on net يعني net هو اختصتها internet she does her homework يعني تقوم بواجباتها and helps our mom وتساعد أمنا preparing dinner يعني في تحضير العشاء at 7 p.m or 7 o'clock p.m على الساعة السابعة مساء أمن she has dinner تتناول العشاء she reads a book or a story or a magazine before she goes to bed at 9 p.m يعني تقرأ كتابا أو قصة أو مجلة قبل أن تذهب إلى السرير على الساعة التاسعة مساء at the weekend يعني في ال weekend يعني في نهاية الأسبوع she goes shopping with her friends تذهبوا للسوق يعني shopping with her friends مع أصدقائها إذن عندي هذا هو النص الآن نحنروح للأسئلة now we have questions للأسئلة بعدنا أول جزء وهو reading comprehension يعني جزء القراءة أو جزء reading comprehension يعني ما نقول بناء الفكري في العربية والأسئلة هذو تقريبا ما يكونوا على وش يهدر النص على وش الموضوع عندها النص task number one تمرين الأول I read the text and choose the right answer يعني أقرأ النص نقرأ النص and choose the right answer وأختار الإجابة الصحيحة أعطانا قل لي the text is about يعني النص يتكلم عن النص هذا اللي قرناه على وش يتكلم سواء على A my daily activities يعني أولا نشاطاتي اليومية B my sister's daily activities يعني نشاطات أختي اليومية أو روتين أختي اليومي or my daily activities at the weekend والله نشاطات اليومية ينتعي في نهاية الأسبوع هنا في النص وش قلت لها قلت لها hello Margaret وبدأت تعرف لها في الأخت أنتحها قلت لها my sister's name is Hannah her age her school also وبدأت هنا تعرف لها في النشاطات اليومية أنتحها إذن هذا النص يتكلم على my sister's daily activities يعني نشاطات أختي اليومية أو روتين أختي اليومي so the text is about إذن النص يتكلم عن my sister's daily activities يعني نشاطات أختي اليومية أو روتين أختي اليومي task number two أو الثمانين الثاني I read the text and then say true or false يعني أقرأ النص ثم أقول صحيح أو خطأ أعطني ثلاث عبارات حول النص وقال لي أكتب أمام كل عبارة صحيح أو خطأ يعني هل هذه العبارة صحيحة أو موجودة في النص أو خاطئة عندي أول عبارة Hannah is 18 years old يعني هانا عمرها هو 18 سنة هذه الجملة الأولى أما بالسبب الجملة الثانية قال لي she is a student at the secondary school يعني هنا رحو يصف لي في المدرسة أنتحها she is a student يعني هي طالبة ومتمدرسة at the secondary school والعبارة الثالثة الآن she goes to school at 8.30 a.m أولا قال لي Hannah is 18 years يعني هانا عمرها 18 سنة هو أنا في النص قال لي she is 16 years old يعني العمر تحها هو 16 سنة إذن خطأ she is a student at the secondary school that's true يعني صحيح لأنه هنا وش قال لي قال لي she is a student at the secondary school يعني هي تلميذة at the secondary school أنا قال لي she goes to school at 8.30 a.m. يعني تذهب إلى المدرسة على الساعة الثامنة والنصف صباحا هنا وش قال لي قال لي she goes to school بالنسبة للنصف قال لي she goes to school at 7.30 a.m. يعني تذهب إلى المدرسة على الساعة السابعة والنصف صباحا إذن هنا عدنا true وهنا عدنا فوس هنا عدنا خطأ لأنه هي تذهب إلى المدرسة على الساعة الثامنة والنصف على الساعة السابعة والنصف صباحا وليس ثمانية والنصف صباحا أعطاني مجموعة من الكلمات هنا عدنا الجزء الأول وهنا عدنا الجزء الثاني راح نربط كل من هذ الكلمات أو كل كلمة من المجموعة ألف مع الكلمة المرادفة لها في المجموعة ب أو با عدنا أولا wake up يعني يستيقظ love يعني يحب start يبدأ wear يلبس like يحب get up يستيقظ get dressed يعني يرتدي ملابسة begin معناها يبدأ الآن نحن نبدأ ونربطه في الكلمات عدنا أول كلمة هي wake up wake up المعنى انتاحة أو المرادفة انتاحة هو get up I wake up every day at 6 a.m. I get up every day at 6 a.m. يعني لاندي منسل المعنى عدنا love الآن love و like هما أيضا يبارا عن synonyms يعبروا عن الميلان إلى شيء ما أو حب شيء ما أو الإعجاب بشيء ما I like you I love you and start معناها begin معناها واحد يبدأ شيء ما start begin and wear get dressed يعني يلبس task number 4 يعني تماما الرابع complete the table يعني أكمل الجدول المستعملة معلومات تاع الجدول أو معلومات يعني يعي حول النص عندنا أولا time عندنا هذا الجدول يتكلم على time event يعني الحدث والوقت نتعو يعني وقتها كان هذا الحدث ووقتها كان الحدث هذا وفي هذا الوقت شو الحدث هذا عندنا 6 a.m. أو 6 o'clock a.m. في أو على الساعة السادي صباحا يعني وش تدير Hannah و she has dinner لأن عندنا event يعني الحدث she has dinner يعني وقتها تتناول العشاء انتاحا لأن عندنا النص عندي أولا at 6 a.m. يعني الساعة السادي صباحا هو وش قلي يدير قاعد يقول لي at 6 a.m. قال لي she gets up or she wakes up at 6 a.m. يعني هي تستيقظ على الساعة السادسة صباحا إذن she wakes up she wakes up يعني هي تستيقظ أما بنسبة شي هازن يعني ستتناول عشاءها هذا على الساعة السابعة مساء أو 7 p.m. task number 5 I write A, B, C, D under a correspondent picture يعني نكتب A نكتب هاد الحروف تحت الصورة المناسبة هاد الحروف هي عبارة عن جمل أو فيها جمل هادنا أول جملة هي A It is half past seven B It's nine o'clock C It is ten past one and D It's twenty two eight يعني هنا عندي مجموعة من الأوقات رح نحط كل وحدة تحت الساعة المناسبة انتاحة عندي أولا السؤال الأولى هذي وش تمثل هل تمثل A, B, A, B, C or D تمثل D لأنه هنقول It's twenty or twenty two eight معناها إنها الثامنة إلا عشرون دقيقة يعني بقت عشرين دقيقة أو ثلاثنية بالنسبة للصورة الثانية اللي هي هذه تمثل التاسعة تماما It's nine o'clock بالنسبة للصورة الثالثة عندنا تمثل A والجملة الأولى It is half past seven يعني تمثل ساعة السابعة و النصف It is half past seven أما الصورة الأخيرة تمثل It is ten past one تمثل الواحدة وعشر دقائق It is ten past one Now we have task number six or the last exercise or task يعني تمامي للأخير I put each word in the right place يعني ربع كلمات سنضعها في كل الخانة عندي هذه الخانة التي تنتق الث وهذه الخانة التي تنتق الث كما لا يعرف شيء في القبيل سنضع ونعطي منطريقة عندي ذ دي ما تشبه الحرف ذ كما عندي ناعد شبه الحرف ذ نقول ذ أما هذه سنقول ذ ذ ذ ذ ث ث إذا أولا ذ ذ ذ نضع الخانة ذ thanks الآن thanks this نحن دو على الخانة ذ لننقول this and the last one والأخيرة عندنا think يعني يفكر think thanks شكرا thank يفكر ذ يعني ذ هو حرف تعريف this هذا now we have the writing expression يعني يعني لصديقتك مارغريت أرسلت الإيميل تسأل فيه على النشاطات اليومية تاعك في نهاية الأسبوع سأ رح جاوبها بالنود تقولها ل your daily activities يعني نشطات اليومية ندائك أورتين كليومي في نهاية الأسبوع موظفة present simple يعني زمن الحاذ البسيط your daily activities at the weekend using present simple we have we have now write an expression she plays with her friends and have fun at around 10 o'clock at about 1 o'clock p.m. I go to the mosque to pray after that I visit my grandmother in the evening I play games on my computer listen to music and I go to bed at 9 p.m. on Saturday I stay at home I hold my mother in the kitchen and I do my homework يعني هنا رهتشحنا في روتين هاليومي في الweekend يعني في نهاية الأسبوع شكتنا قدنا مرحبا اسمي إيمان عمري 11 سنة أنا تلميذة أو متمدرسة أذهب للمدرسة خمسة أيام في الأسبوع فقط في نهاية الأسبوع لأذهب إلى المدرسة يوم الجمعة أذهب إلى الحديقة لكي ألعب مع أصدقائي وأحظى ببعض المرح من جافة يعني كما نقولون نستمتع around 10 o'clock يعني على حوالي ساعة العاشرة تماما هذا على حوالي عاشرة تماما أما على الساعة أو على الساعة الواحدة ظهرا أذهب للمسجد لأصلي after that I visit my grandmother بعدها أزور جدتي in the evening في الظاهرة أو في المساء I play games ألعب الألعاب الألعاب على حاسوبي listen to music يعني أسمع لي الموسيقى and I go to bed on 9 p.m وأذهب إلى السرير أو أنام على الساعة التاسعة مساء ونصر داي أيام السبت أو يوم السبت I stay at home يعني أجلس في المنزل أو أبقى في المنزل لكي أساعد أمي في المطبخ and do my homework so أقوم بواجباتي and at the end of this video don't forget to give this video a big thumbs up in 5 4 3 2 1 thank you so much and don't forget also to hit that like button and also subscribe in our channel and goodbye thank you so much